الموعد الاقتصادي بداية شدد مدير مكتب منظمة العملية الدولية بالجزائر محمد علي دياحي خلال ورشة عمل نظمها لتقديم نظام فاموس الخاص بمرافقة الشركات الصغيرة والمسيرة من طرف النساء على ضرورة إدماج المرأة في عالم الاقتصاد من خلال تطوير آليات تكوين مشيرا إلى أن معدل البطالة بالنسبة للنساء يقدر بنحو 16% بالجزائر فيما تقدر النسبة الكلية للبطالين بـ 11% المزيد في مايكروفون فوزيام سعدي البيطالة في الجزائر حسب الإحصائات الأخيرة تجاوزت 11% بالنسبة للمعادلات المتعلقة بالنسبة للنساء أعتقد أنه تجاوز 16% بالنسبة للنسبة لكن أيضا المقارنة إذا نظرنا إلى النساء اللواتي حصل على مؤحلات دراسية جامعية هذا المستوى يعني المعدل يتجاوز 51% بينما بالنسبة للرجال لا يتجاوز 8% أو 9% يعني كل هذه الاختلالات تؤكد أن بالنسبة لدمج المعارة الجزائرية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية يشكل فرصة ليس مشكلة إنما هو فرصة أيضا لتصحيح الكثير من القضايا محاربة الفقر محاربة البطالة مشاركة الخلق يعني السوق صلفاب للآخر ذلك في موضوع آخر كدى المدير العام الأسبق لمجمع صيدال عالي عون خلال نزوله ضيفا على حصة ضيف الاقتصاد أنه تم إعداد دراسة خلال فترة توليه رئاسة المجمع حول تضخيم فواتير الاستراد الأدوية حيث تم اكتشاف أرقام ضخمة ونسب تضخيم تجاوزت العشرين في المائة من قيمة الفاتورة الكلية وحطيت عليها التامبر السكري وبعتها أعلانية يعني وصفة تشفي builds المالية في الأمام وع Precis أوقفة取 تشفي Buday لذلك أرسول línsenة الخلال صفة ضيف وسبم هذا الوقت negativity سي Home 2004 750 مليون دولار اخذنا عينات من المؤسسات التي كانت ستورد شركات التي كانت ستورد مع الكالكول مع معدفة مع فكتور من عند الفرنس تتراوح نسبة على سورفكتورات بين 25% و30% ورح في ذات السياق شدد المدير العام الأسبق لصيدال على ضرورة محاسبة كل من تسبب في تشويه صورة الإطارات المظلومة مؤكدا أنه بصفته أحد ضحايا التقارير المفبركة التي أعادها ضبار قبل نطويها بصحة من قطعاش في التاريخ وكل ما يمكن أن أقول في هذا الواقع أكثر من طريقة من تقارير هذا لا يجب أن نسأل الحمد لله يفوك ساوا الجوين الذين لديوا هذه التقارير المفبركة يعرفهم يجبونهم 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 يجبون الذين يجبون that they are ويجبونهم اللعبة لن يجبونهم لأنهم لن ينبذل بلند كنبي لن ينبذل نصلي نحن في قطاع المالية يعد نهاية المهلة المحددة في قانون المالية التكملي لسنة 2015 الموجه لأرباب العمل لتسوية وضعية عمالهم سجل الصندوق الوطني لتأمينات الاجتماعية لوكالة غلزان تسوية وضعية 29 مؤسسة منها أربعة عمومية حيث تم تحصيل أزيد من 11 ألف مليون دينار من جملة أزيد من 71 ألف مليون دينار كان على عاتق أرباب العمل حمزة زروقي رصدها التالي تم جدول الديون 29 مؤسسة عمومية وخاصة أربعة منها مؤسسة عمومية مبلغ الإجمالي للدين الموجدول 72 مليون 164 ألف وثسعة وثبعين دينار تم تحصيل ما قيمته 11 ألف وثلاثمية 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 دينار لا يفوتنا أن نضيف أن هناك الكثير من المستخدمين الذين قاموا بتسوية كل الاشتراكات حتى يستفيدوا من إلغاء الغرامات وزيادة التأخير